قالت حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتمردة اليوم أن أجانب هجموا منزلا في أحدى قواعدها الساحلية في بلدة براوة أثناء الليل وقتلوا أحد مقاتلي الحركة وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الحركة للعمليات العسكرية أن غربيين نزلوا على شاطئ براوة وشنوا هجوما رد على أثره مقاتل الشباب بإطلاق النار في عملية الدهم غير متوقعة نفذتها قوات غربية على سواحل الصومال شنت وحدات خاصة أجنبية فجر اليوم هجوما على قاعدة كبيرة لمقاتلي حركة الشباب الإسلامية في ميناء براوي جنوب البلاد إلى ذلك أعلن القيادي في حركة الشباب محمد أبو سليمان أن مسلحين أجانب استهدفوا عناصر حركة الشباب المجاهدة باعتداء استخدم فيه مروحية عسكرية وزوارق بحرية مؤكدا أن الهجوم فشل غير أنه أعلن مقتل أحد مسلحي الشباب لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن جنسيات المعتدين ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت عملية اليوم مرتبطة بالهجوم الدام الذي تبنته حركة الشباب السومالية على المركز التجاري في العاصمة الكينية نيروبي في الحادي والعشرين من الشهر الماضي وراح ضحية المتجر الذي يملكه أحد الإسرائيليين سبعة وستين شخصا ومئات الجرحى يشار لأن الحركة المسلحة تكبدت خسائر عسكرية كبيرة في وسط وجنوب السومال في السنتين الأخيرتين على يد قوة الاتحاد الإفريقي والجيش الإثيوبي الذي تدخل دعما للسلطات الضعيفة في مقديشو غير أنه ما زالوا يسيطرون على أجزاء واسعة من مناطق السومال الريفية ويعاني السومال بسبب الحرب الأهلية حالة من الفوضى ومنذ سقوط الرئيس سياد بري في عام 1991 تسعمائة وواحد وتسعين